عارفين يا جماعة شكل العلاقات اللي الناتفليكس اشتهرت مؤخرا بانها بتقحمها في كل اعمالها اللي هي العلاقات اللي فيه ناس بتتدايق منها وفيه ناس ما بتتدايقش منها وفيه ناس بتتدايق من الناس اللي بتتدايق منها وفيه ناس بتتدايق من الناس اللي ما بتتدايقش منها وفيه ناس لا بتتدايق منها ولا ما بتتدايقش منها ودول بيدايقوا الناس اللي بتتدايق منها واللي ما بتتدايقش منها وانا كنت عايز اقول ايه اساسي? ترجمة نانسي قنقر احداثنا بتدور عن رحلة فضائية دولية هدفها هو كوكب المريخ بتقوم بها سفينة فضاء عليها خمس رواد من جنسيات مختلفة وبخبرات مختلفة والقيادة فيها للرائدة الامريكية اما جرين اللي بتسيب وراها جزها وبنتها لقيادة الرحلة اللي حتستغرق 3 سنين الرحلة صعبة ومليانة تعائدات تعائدات في السفينة نفسها وتعائدات في العلاقات ما بين افراد طاقمها وتعائدات في خلفيات الشخصيات وتعائدات في اللي هم سيبين وراهم على الارض والهدف الاوحد هو اكمال المهمة والعودة بسلامة للارض فيا ترى ايه اللي حيحصل مسلسل اوي بمنتهى الامانة ما كانش من المسلسلات اللي انا متحمس عشان اتفرج عليها وده لنفس الاسباب اللي انا لسه قايلها الالتزام بمشاهدة عشر حلقات زمن الحلقة تقريبا خمسين دقيقة بالنسبة لي انا قرار صعب وفكرة المسلسل اللي انا لسه حكيها دي بالنسبة لي انا ما كانتش جذابة اوي اولا لان النهاية بالنسبة لي انا كان شكلها متوقع وثانيا اني كنت خايف ان نمط الحلقات يكون مكرر مشكلة هتظهر على السفينة اثارة كبيرة جدا في محاولات حلها تركيز على واحدة من الشخصيات استعادة الاحداث المتعلقة بالشخصية دي من تاريخها على الارض ودرس مستفاة حيتقال في نهاية كل حلقة ورغم ان البداية ما كانتش بعيدة اوي عنده بس عدد الزوايا والطبقات كان اكتر مما كنت اتوقع بالاضافة لان التعقيدات التقنية كانت ذكية والخلفيات الدرامية كانت غنية ومقنعة ده اللي دفعني اني استمر الابعد من الحلقة الاولى وفي يومين من غير ما حس تقريبا لقيتني مخلص العشر حلقات موسيمنا الاول من مسلسل اوي حقيقي حلو جدا عرف يلاقي النقط الصحة عشان يراهن عليها وعرف يلاقي العوائق اللي لازم يتجنبها والعائق الاهم بالنسبة لي هو انه كان يلاقي الطريق الوسطي ما بين نوعيتين المسلسلات اللي انا شخصيا زهقت منهم النوعية الاولى هي الشكل الاقرب للسوب اوبراز واللي فيها مبالغات في الحوادث ومبالغات في الدراما المترتبة عليها والنوعية التانية هي نوعية الدوائر المفرغة بتاعة المغامرات اللي ما بتنتهيش وفي رأيي الطريقة اللي اتبعها المسلسل عشان يتجنب العائق ده هو انه ما ثبتش اي نمط للحلقات بتاعته مش كل حلقة فيها مصيبة بتحصل على سفينة الفضاء ومش كل مصيبة بتحصل بتنتهي ومش كل مشكلة كل الاطراف متدخلة فيها ومش كل تاريخ مهم يتحكي ومش كل الشخصيات بترتكب نفس الاخطاء ومش كل الصفات الجيدة مستمرة ومش كل النواية صفية ومش كل الدوافع متوافقة حقيقي فيه ابعاد كتير وفيه تعائدات كتير وفيه صراعات حقيقية منقولة بعناية للمشاهد بيخليه يسبق الشخصية اللي هو مهتم بيها في تقدير صعوبة الاختيار اللي هي مقدمة عليه مفيش جانب من الاحداث حسيت ان هو مملة او مش مطير للاهتمام وده انجاز كبير الحقيقة وما بيتكررش كتير يعني اعظم المسلسلات في التاريخ كان فيها خيط او اتنين اول مكان بييجي على الشاشة كنا بنقول نرش مية هنا ده ما بيحصلش مع اعترافي طبعا بتفاوت الاهتمام يعني فيه جوانب معينة وفيه توقتات معينة وفيه خطوط معينة بتوصلني لأقصى درجات الترقب وطبعا فيه حاجات تانية درجة الترقب والاهتمام بيها بتقل شوية خصوصا وان العيب الاساسي في الموسم الاول هو ان اقاعه بطيء جدا ده من نوعية المسلسلات اللي وانا بتفرج عليها كان ممكن ابص على الموبايل اقرأ ايميل ابعد تويتا وما حسش ان فيه حاجة فاتتني دي طبعا نتيجة لشواهد ايجابية وشواهد سلبية والشاهد الايجابي الاهم هو ان المسلسل ما عندوش حاجة يخبيها ما عندوش خط مش مبني باهتمام او حاجة مش محبوكة بالشكل الكافي ما عندوش تسلسلات مش مبنية كويس ويخاف ان المشاهد يدقق فيها وعندو مقومات فنية وتقنية جيدة كتير يحب ان المشاهد يتأملها اما اهم الشواهد السلبية فهي انه فرد لنفسه مساحة كبيرة جدا من غير ما يكون عندو احداث تملاها بس في النهاية احسب له انه مسلكش طريق الهلك زي انه يسحم الدنيا باحداث ملهاش لازمة او انه في كل حدث يعدي على افراد الستوديو التحليلي واحد واحد وياخد رأيهم هو اختار بس طريق التأني اللي سمح بتأملات كتيرة مفيدة واستمتع بعناصر كتير في الموسم الاول اهمها على الاطلاق هي طبيعة الشخصيات وطريقة تكسدهم ابطالنا الاهم طبعا في الموسم الاول من مسلسل اويه هم روادنا الخمسة واللي يفتكر انه يقدر يتوقع طبيعتهم يبقى غلطان لا الامريكي والروسي مقضينها اخناء ولا الصيني كمبيوتر ما بيغلطش ولا الهندي مقضيها ببركة الدعا والسجدة ولا الانجليزي بيمثل القيم والتقاليد الاصيلة ولا حتى على مستوى الصفات فيه اي ثبات ما بين الخمسة لا الشجاعة مستمرة ولا الجبن مستمر ولا الامانة مستمرة ولا الكتب مستمر فيه بني ادمين بجد وده ساعد جدا في نقل اجواء واقعية للأحداث واقعية في حدود ما يمكن نسبه للواقع يعني لاني ما اظنش ان رحلة زي دي بكل تفاصيلها ممكن تتحقق على ارض الواقع النهاردة الصبح وتناول الفضاء من المنظور ده من الاتجاهات السينمائية اللي شفناها مؤخرا في افلام زي جرافتي وده مارشن وانترستيلر بس اظن ان دي اول مرة اشوفها بهذا المستوى من التفاصيل في مسلسل ورغم ان الادوات الفنية والتقنية محترمة جدا بس انا حرجع الفضل الرئيسي في ده للشخصيات والتكسيد كل تكسيدات المسلسل بلا استثناء تتراوح ما بين جيدة جدا وممتازة وده مش سهل ابدا يا جدعان خصوصا زي ما قولنا ان الاحداث بتتحرك بالراحة يعني فيه مساحة كبيرة جدا للمرأبة والتدقيق وفيه تعقيدات كتيرة جدا في مشاهد كتيرة جدا لكل شخصية وعلى رأسهم طبعا هيلري سوانك في دور اما حاجة كده بتفكرنا ليه الست دي كسبة اسكرين قبل كده لانها بكل تأكيد ممثلة مش عادية وفي المسلسل ده ما بتعديش بتحديات عادية بتنجح دايما بانها تفكر المشاهد بضعفها في لحظات شجعتها وبصدقها في لحظات ضعفها وده طبعا على نطاق واسع جدا من الابعاد والطبقات ابعاد وطبقات بتغير وبتعقد في اداء الجميع اعتبارات عاطفية ومهنية وفنية وتقنية وسياسية وحاجات كتيرة جدا ورغم التفوق الكبير جدا لهيلري سوانك في المصفوفة دي ولكن الدور الانجح والاكثر جاذبية في الموسم الاول كله مش هي بالصراحة هتفاجئ جدا لو اختلفنا على ان افضل شخصية في الموسم الاول من مسلسل اوي هو الرائد الروسي ميشا سواء على مستوى التصميم او على مستوى التكسيد شخصية من اللي انا دايما بوصفهم وبقول انهم وصلوا لدرجة من التكامل لدرجة انهم بقوا بيكتبوا نفسهم ولما شخصية تصل لهذه الدرجة من التفوق في وسط شخصيات كتير جدا كلهم متفوقين فده شيء مش بسيط على الاطلاق الموسم الاول من مسلسل اوي جامد جدا وارشحوا لحضراتكم جدا جدا ثاري جدا ومليان افكار جديدة ورغم انه عنده ادوات كتيرة جدا للابهار ولكنه بيحافظ على ان الاساس اللي بيبني عليه كل شيء هو الدراما بس ده طبعا مش تقليل على الاطلاق من امكانياته الفنية والتقنية الموسم فيها عدد من التسلسلات متفوقة جدا على مستوى التصوير والمنتاج وتوظيف المؤثرات الاقاع البطيء ممكن يكون مشكلة والتساهل في بعض الاحيان مع المشاهد في نقل بعض الامور اللي ممكن تكون معقدة يعني بندي مثال اول ومثال تاني وتشبيه اول وتشبيه تاني حاجات كده ما تصدقش انهم المفروض يكونوا بيقولوها البعض في الفضاء تقييمي للموسم الاول من مسلسل اوي هو تمانية ونص من عشرة واتمنى ان صناعه يكون عندهم الادراك ان ده مش مسلسل العشهر مواسم والخمستاشر موسم في تقدير الشخصي ده اخره تلت مواسم ويبقى ميت فل واربعتاشر ونقشة الحلقة لو مسلسل اوي نجح في انه يعيد بعث مسيرة هيلاري سوانج مين تاني من الممثلين اللي كانوا كبار جدا في وقت من الاوقات اللي تحبوا ان ييجي مسلسل ويعيد بعث مسيرتهم من جديد ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وبي باي